ذكرنا أن أصحاب النصفي خمسة أشخاص وهم الزوج ويأخذ نصف المال بشرط عدمي وهو عدم الفرق والبنت تأخذ نصف المال بشرطين وهما عدم معصي وهو المشاركة وبنت الإبن نفس الشروط الماضي ننزلها معنا ونزود شرطا ثالث وهو عدم الفرق الأعلى لدينا الآن الأخت الشقيقة وهي أخت الميت شقيقتهم متى تستحق النصف؟ بأربعة شروط ما هي هذه الشروط؟ نفس الشروط الثلاثة هذه نزود عليها شرط رابع وهو شرط عدم الأصل الذكر وهو الأب فإذا وجد الأصل الذكر أو وجد الفرع فإنه يحجبها والفرع هذا له حالات تفصيلية وأجلها بعدين الآن تستحق النصف بأربعة شروط نفس الشروط الماضية ثلاثة نزود عليها شرط الرابع وهو عدم الأصل نضرب التعضي زوج وأخت الشقيقة الزوج هنا مطبق الزوج واستحق النصف ما هي شروطه؟ عدم الفرع هل يوجد فرع؟ لا يوجد الأخت الشقيقة ليست فرع من الحواج والزوج هنا يستحق النصف الأخت الشقيقة مطبق شروطها الأربعة الشروط هذه نحاول أن نحفظها كإسمنا بأن الذي لا يحفظ الشروط لن ينتفع بالدور الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة هل يوجد فرع؟ لا يوجد هل يوجد أصل؟ لا يوجد هل يوجد معصب له أخت الشقيق؟ لا يوجد هل يوجد مشارك أخت الشقيقة أفرع؟ لا يوجد انطبق الأربعة الشروط وتستحيل للمسك ماذا الآخر أخت شقيقة وعم هل يوجد معصر؟ لا يوجد هل يوجد مشاركة أخت شقيقة واخرى؟ لا يوجد انطبق الشرطين هل يوجد فرع؟ لا يوجد هل يوجد أصل ذكر؟ العام ليس أصل ذكر الأصل الذكر هو الأب وإن على أب وجد فانطبقت الأربعة الشروط فتأخذ الأخت الشقيقة نصف المال العم ماذا نعطيه نعطي العم العصبة وهو يأخذ الباقي المال لأنه عصبة بنفسه مثال آخر أخت شقيقة وابن نطبق هل يوجد معصر لا يوجد هل يوجد مشاركة لا يوجد هل يوجد فرع نعم اختل الشرط هذا فتسقط ولا ترث والابن يأخذ الباقي موجود الفرع الذكر إذا كان الفرع وانثى هذه مسألة تفصيلية سوف أفصل فيها لاحقا لكن الآن أريد أن الطالب يحس بالاستقطاع يعني يحس أنه قطع شرطا وهو مستوعد مثال آخر أخت شقيقة وابن نطبق الشرط يوجد معصر لا يوجد مشاركة لا يوجد فرع لا يوجد نطبق الشرط الثلاثة بقى الشرط الأخير هل يوجد أصر؟ نعم يوجد اختل الشرط الرابع فتسقط الأخت الشقيقة لوجود الأصر الوارث الذكر وهو الأب والأب يكون عصبة بنفسه فيأخذ باقي المن هذه أمثلات الوقت الشقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر